كما كان متوقعاً فقد انشغلت جلسة المشاورات المغلقة لمجلس الأمن الدولي بالوضع الإنساني المتفاقم جراء الحرب في اليمن المجلس الذي تداع في أعقاب التطورات العسكرية الخطيرة التي شهدتها صنعاء وانتهت بمقتل صالح كرس في موقفه المشترك الرؤية من الزوايا ذاتها لمجرايات الأحداث في البلاد فالمعلومات تشير إلى أن أعظم مجلس الأمن وقفوا على تطورات صنعاء لكن الموقف الرسمي الذي تله الرئيس الدوري للمجلس مندوب اليابان كوروبيسو اكتفى بدعوة جميع الأطراف إلى منع التصعيد والانخراط مجدداً من دون شروط مسبقة في العملية السياسية في قيادة الأمم المتحدة من أجل التوصل للوقف دائماً لإطلاق النار المجلس طالب الأطراف بالامتثال التام للقانون الإنساني الدولي والسماح بالوصول الإنساني الآمن والفوري والمستدام من خلال جميع موانئ ومطارات البلاد لا سيما مطر صنعاء ميناء الحديدة والصليف السفير بيسو أشار إلى أن أعضاء المجلس تفقوا في جلستهم هذه على إدانة إطلاق الصواريخ على السعودية وأكدوا ضرورة الالتزام بحظر تصدير السلاح إلى اليمن بمهجب قرار مجلس الأمن رقم 2216 تكرار للمواقف والتصريحات والمؤشرات ذاتها من قبل مجلس الأمن والمجتمع الدولي على نحو يبقى الديناميكية المفترضة من جانب المجلس خياراً مستبعداً في تعاطيه مع الأزمة الطاحنة التي تعيشها اليمن أفرزت أحداث صنعاء واقعاً جديداً بدى معه الطرف الإنقلابي حوثياً خالصاً ومتشبثاً أكثر من أي وقت مضى بمشروع الحرب إلى مشروع السلام فيما تحول طرف أساسي في الصراع وهو المؤتمر الشعبي العام إلى مجرد تركة سياسية سائبة يتعرض ما بقي منها لأوسع عملية تصفية واجتثاث على يد الحوثيين أمر يتساءل معه المراقبون عن مدى جدية الأمم المتحدة والمجتمع الدولي في الإقرار بأن التخادل عن تطبيق مقررات مجلس الأمن هو الذي أوصل اليمن إلى هذه المرحلة الكارثية التي يعيشها على كل المستويات وعلى واقع حرب يبدو أنها تتكرس كخيار وحيد لدى جميع الأطراف